السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة المتابعين الشرفاء داخل الجزائر والإخوة الموجودين في الخارج تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات هذه المرة أحبت باش نتحدث في الموضوع اللي يتعلق بوفاة أحمد بن شريف الله يرحمه واستغلال الوفاة انتاعه بغية إحياء القضية انت شعباني وفي المقابل أردت أن أتحدث حول تصريح انت على القايد صالح وكذا خرجت عبد الرزاق المقري والمتعلقة بمبادرة لسمها بالتوافق الوطني ما رانيش راح نحكي لكم أنا على السيرة انتاع أحمد بن شريف وإنما راح نحكي عن القضية هذه انتاع الاستغلال انتاع الوفاة انتاعه وتحويرها والحديث حول القضية انتاع إعدام محمد شعباني للأسف الشديد هو أنه فيه كثير من الشباب ما عندهمش إلمان بالتاريخ ولا يدرسوا ولا يقرأوا كتب يعني ولا شهادات انتاع الناس يعني فاعلين أثناء الثورة ومنهم من يردد بعض المصطلحات وبعض الأمور وفيه ناس أيضا في المقابل مع الأسف الشديد لما يناقشوا بعض المواضيع يناقشوها من منطلق خلفيات وللأسف الشديد هو أن الحقيقة تتضرر تتضرر من هذه التصرفات ومن هذه الطرق الملتوية في الحوار لو كان هذا الناس قال مثلا راح محبين مثلا يكشفوا حقائق للرأي العام أو قال مثلا هذا الناس راح مطالعين وعارفين التاريخ وعارفين السرديب انتاعه قالوا والله العظيم غير خلي الإنسان يستفد للأسف الشديد هو أنه الناس هذو منهم اللي داخل فيه تناقضات وكان بعض من الناس اللي ربما فيه بعض الشباب المنخذئين ببعض التصريحات انتاعهم داخلين في التناقضات يعني لها أول وليس لها آخر ونعطيكم بعض الأمثلة في هذه القضية انتاعها واسمه انتاع شعباني وهي كلها مرتبطة بعضها البعض يعني قضية انتاع شعباني والاستغلال تاحا في هذه الوفاة انتاع العقيد هذا بن شريف والأمور الأخرى متعلقة بالتاريخ إنسان الموضوعي هو أنه لما مثلا قال القائد من القادة والله واحد مش بالضرورة هو أنه يكون من القادة تاع تاريخ واحد قال مثلا حضر المرحلة معينة أو حضر الحقبة معينة لما انتا جي تتحدثي اليه وجي انتا تقيمه تقيمه بالسلبيات وبالإيجابيات انتاعه السيد هذا أخفق في الموقف الفلاني السيد هذا أصاب في الموقف الفلاني حتى ربي لما يجي حاسب الناس يحاسبهم قال هاو عندك سيئات وهاهم عندك حسنات دركنتا مثلا لو كانت تحكي على بومدين قال راه بومدين عنده حسنات وهاي الحسنات انتاع وهاي كذا وهي كذا وقال بومدين راه عنده سيئات هاي سيئات انتاع وهاي سيئات انتاع وكذا ولكن في المقابل تكون انت يا انسان نظيف تكون انت انسان صادق تكون انت انسان نزيه يجيك انسان هو واحد من الروي بيضاء ويجي يحكي لك يطعن لك في بن باديس واحد من الروي بيضاء ويطعن لك في عائشة ام المؤمنين هو واحد من الروي بيضاء ويطعن لك في عمر بالخطاب على الأقل لما انت تكون انظيف وتكون انت انسان عالم وتكون انت صاحب عقيدة صحيحة على الأقل انت لما تطعن في ناس ولا تطعن في الانحراف انتهم يكون لك لما انت عكي مسموع تحكي انت على شعباني ولا تحكي على بومدين ولا تحكي انت على الأقل سيديكون موضوعي قال هاوين اخطأ بومدين وهاوين اصاب هاوين اخطأ شعباني هاوين اصاب هاوين اخطأ كريم بالقاسم هاوين اصاب هاوين اخطأ محمد خيضر هاوين اصاب هاوين اخطأ بن بلا هاوين اصاب هاوين اخطأ فنن فنني هاوين اصاب يكون انسان موضوعي وخلي فيما بعد الناس انت ليس لست وصيين على العقول تا ناس خلي الناس فيما بعد هي تحكم وحنا جبنا هذه القضية وفاة العقيد أحمد بن شريف أولا عندي ملاحظة ليس فيما يتعلق بالوفاة وإنما على نقل أحمد بن شريف لفرنسا ويموت في فرنسا يعني عندي ملاحظة في هذه النقطة هو ربي سبحانه عز وجل هو اللي أعلم وين يقبض الأرواح ولكننا كجزائريين للآن نعيشون في 2018 يعني والجزائر هذه اللي رأيها كين منهم اللي رأي يصور فيها على أساس أنها رأيها ولد اليابان في 2018 مازال واحد ينسب للأسرة الثورية يروح يعالج في فرنسا ويروح يموت في فرنسا وإن أن الجزائر وما تمتلكه من ثروات باطنية وما تمتلكه من طاقات وما تمتلكه من إطارات ومن إمكانات مختلفة أليس الأحرى هو أن يعالج المجاهدون المجاهدون والممتمون الأسرة الثورية في الجزائر كيفاش هذا اللي رأي هم ذلك مسؤولين مختلفين يروح يعالجوا في فرنسا كيفاش أنتم راحين تطلبوا هذا الحراق اللي هو يروح يحرك تم رأيكم عندكم كل الإمكانيات ومع ذلك تروحوا وتعالجوا في فرنسا وتروحوا وتدويوا في المستشفيات ومن بعد في المقابل قال الواحد لما يروح لفرنسا قال أنت حركي هاكم أنتم رأيكم يتطبقوا فيها ورأيكم يتجسدوا فيها نعود مرجع للموضوع القضية هذه نتعى الاستغلال درك هذا محمد شعباني له إيجابيات وله سلبيات له حسنات وله سيئات دركين بعض من الناس اللي هم استغلوا هذه الوفاة انتعى أحمد بن شريف وحب يقولوا للناس من أنه هذا أحمد بن شريف منهم حتى من يردد يعني في بعض التعليقات في الكتابة وكذا قال اودي هذا راه أحمد بن شريف وراه تبول على العقيد شعباني والحقيقة هو أنه فيه واحد كان عقيد وهذا الشخص كان يخدم مع كريم بالقاسم وراه التسجيلات موجودة وكان شهادت هذا الشخص اللي يقول له مهدي شريف هو اللي قال هذه الكلمة ولكن قالها في إطار واحد أخر قال بالليل لما جوا يعدموا بعض العقداء هذا أحمد بن شريف تبول على واحد منهم ما كانش يحكي على شعباني في هذا القضية بالذات انتعى التبول والناس هزوها وخذاوها على أساس أنه العقيد بن شريف بالعلى شعباني والإنسان المنطقي والإنسان المنصف والإنسان الموضوعي يفكر ويطرح السؤال التالي لماذا يغيبوا في القاتل الحقيقي اللي هو أعدم هذا البعض من العقادة هذا في في الثورة ويلصقوا في الجريمة لأحمد بن شريف يعني شوفوا كيف خلاو العقيد هذا اللي راه ذركه ودار روحه باللي شاهد في القضية انتعى شعباني ومع أنه متورط في هذا القضية انتعى العقادة بحكمه وأنه راه كان يخدم مع كريم بالقاسم لماذا 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 رفضتش انتعى الاعدام انتعى هذا النس هذا والآن حطيت روحه مؤرخ حطيت روحك انتعى تدافع على محمد شعباني لماذا للحقد ضد ضد هواري بومدين ونحب ونعرف نحن السبب تعل حقد هذا لماذا يعني هل ترى كنت من النجماعة اللي يخدم مع ابن بلا الى غير ذلك من المسائل مؤرخين مؤرخين حبين يأرخوا للثورة وهما يناقشوا في مواضيع بخلفيات اتجرد من الاهواء انتعك اتجرد من الخلفية انتعك وانقل الحقيقة للشعب الجزائري كما هي مش انت مشارك في قتل بعض العقداء وجي تتهم في الناس قال هذا راه وقتل شعباني قاتل اذن اخوال اخوات لازمكم تنتبهوا لهذه المسائل علاش هما يخفيوا في هذه القضية انت اعدام عقداء ناس مجهدين وهذه القضية هذه داخلة فيها المخابرات الامريكية المخابرات الامريكية الداخلة في تصفية بعض العقداء وبمدي بارئ كل البراءة من الاعدام انتعهم وحبوا يحصلوا هلو والقضية انتع محمد شعباني قضية انتع محمد شعباني كاين بعض من الناس اللي ما مش فاهمين المسألة هذه لازمكم تعرفوا بالثورة الجزائرية كاين هناك اشياء فرضتها الثورة فرضتها طبيعة الحرب فمثلا قضية الولايات الولايات والتقسيم انتاها كاين بعض من الناس اللي هما يطعنون فيه شرعية مؤتمر تعالصمام ولكن في المقابل يقولك بلي بومدين دار انقلاب الحكومة المؤقتة كيفاش انتمكش ما يتعرف مؤتمر الصمام اللي هو جاء بالحكومة المؤقتة وتقول لي بلي الحكومة قرامات تفكير وتع منطق يقول هاللكلام كيفاش امنات تطعن في شرعية تعالصمام ومن بعد تقول لي انت بلي عربي بن مهدي واسمه بطل كبير كيف هالك بطل كبير هذا يقبل هو على جلب شواجي يحذر في مؤتمر اللي كما تقولون انتم هو انحراف حراف على الثورة قل لي بلي كلام موضوعي قل لي بلي هذا المؤتمر راه ربما لم يتطرق لبعض القضايا او تناسى بعض القضايا او اخفق في بعض الامور قل لي كلام موضوعي قال بلي المؤتمر هذا المرحل اللي انعقد فيها راه ما اجتمعتش بعض الاشياء قال ربما راه كان بعض الامور لك احكي كلام موضوعي اللي يقبل العقل كيفاش انت تطعن في مؤتمر الصمام جملة وتفصيلا وجي انت فيما بعد تشكر لي في فلان الفلاني وفلتان الفلتاني هذا شعباني هذا لما انت تكون انت تتحتى لا شعباني وتقول انت باللي قائد الولايات السادسة شكون اللي جاب القلاء الولايات السادسة هذه عليس مؤتمر الصمام شكون اللي جاب هذه القضية انتع الرتب عليس مؤتمر الصمام كيفاش انت تعترف بالعقيد شعباني هذا وراه عقيد وهو اصغر عقيد في العالم وهو كذا شكون اللي يجابها له شكون اللي يعينه وقلت أنا طبيعة الحرب فرضت هذه المسألة الولايات وكان هناك شبه استقلالية بحيث أنه القائد الولايات يتحكم في الولايات إلا في قرارات كبيرة 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 طبيعة الحرب فرضت هكذاك وظرك لما خرجت الجزائر من الفطرة هذه كنت عن الاستعمار كان ولابد هو أنه الناس اللي راهم قائمين للثورة لابد هو أنه يخطوا للمرحلة انتع استلام السلطة ها السلطة شكون تبقى فيها فرنسا الناس راهم كانوا في الحكومة المؤقتة هذه وكانوا قائمين بالاتفاقية سائفيون في المقابل بومدين كان نرافضها كان نرافض هذه الاتفاقية كريم بالقاسم وماذا بها بش يكون فيها هذا يوسف بن خبا اللي هما كانوا داخلين في هذه المفاوضات سائفيون ولكن بن بلا وبومدين كانوا مرفوضين الناس اللي كانوا عندهم التوجه العوروبي مرفوضين بما فيهم العقيد شعباني والعقيد شعباني علش هو راح مع بن بلا وبومدين علش ما راحش هو مع مع الاخرين علش ما راحش معهم خدموه ترى عقول تاعكم كيفاش انت جي تحكي على مرحلة من في تاريخ معين تأخذ لي موقف انتع بن بلا دون حتى انه تفهموا وجي انتا تردد فيه كلام قال هاو العاقيد شعباني وهاو قتلوا بن بومدين وبومدين قتالوا وبومدين قتالوا وبومدين شحال ماتوا في المنطقة انتاع القبائل لما صرى فيه التمرد ويالترا العاقيد شعباني كان معاهم ولا لا لا هذا الناس اللي الان نظرك هما في الفين وثمنتاش راهم هما يتحتوا على القيد صالح ومن هما اللي يأيد في القيد صالح ضد بوتفليقة علش انت تحلل هذاك الشي لنفسك وتحرم هذوك الناس اللي كانوا هما يأيدوا في بومدين على بن بلا هاك نفس الشي نترك تدير فيه القضية وما فيها هو انه كي الناس يتحدثون من منطلق خلفية كي الناس اللي هما مع العاقيد شعباني اللي انه ابن المنطقة انتاعهم كي الناس اللي يتحدثوا على العاقيد شعباني اللي انه باباه ولا خاله ولا ابن عمه ولا نسيبه وكان المحكومين اللي حكمهم في القضية انتاع شعباني كان ربما ينظر اليه في وقت معين على اسس انه خائن الآن رأوا يحبه وينتقم قال احنا ما نشخ خوانه رأهم الخوانه هم كذا وكذا 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 بن شريف في وقت من الاوقات كان معاه بن بومدين علش ما تحكيش انتاع الفطرة اللي كان معاه هو مع كريم بالقاسم لماذا ما تحكيش عليها لماذا لا تقول للناس بالله هذا رأوا جبيه كريم بالقاسم لا لا هم يقول لك جبيه بومدين اذن اخوال اخوات تاريخ هذا لا يتجزع الناس اللي يخوضوا في المسائل تاريخ يكونوا على دراية وعلى علم ويكونوا منصفين ويكونوا موضوعيين وينقلوا الحقيقة كما هي مش يروح يهزلك هو حادثة والله يهزلك هو مقطع هكذا من التاريخ ويحاولوا انه يبني تاريخ عليه لا هذا العقيد شعباني الله يرحمه انسان مواطن وانسان مناظل وانسان كان شاب كانت بعض المواقف اللي ربما اتخذها كانت صائبة وكانت في المقابل المواقف اللي كانت هي خاطئة هو في نفسه رأى هكين شهادات تقول باللي هو في نفسه راه ارتكب جريمة في حق الانسانية في المنطقة انتاع الجلفة وفي غيره كالناس اللي هم ارتكبوا جريمة في حق الانسانية في القضية هذه كنت ما يعرف بالقضية انتاع من لوسة والقضية هذه انتاع الجلفة هي مازال الى اليوم رأى تلقي بالظلال تاها لانه كان فيها فئة كبيرة ثم التي تمثل العروبة هذه لازمكم تفهموها تفهموا هذا القضية انتاع القبيل العربي انتاع اولاد نايل لازمكم تفهموها تعرفوا لماذا بعض المسؤولين راهم يروحوا للثمة وعلى شوما يقصدوا هذه قضية انتاع النوائل وانتاع كذا وقال راها منطقة انتاع كرم وانتاع كذا وانتاع كذا يرفضون عروبة شعباني يرفضون اسلام شعباني يرفضون توجه شعباني اللي كان ينتمي للجمعية انتاع العلماء المسلمين ولكن في المقابل يستغلون قضية شعباني ليس حب في شعباني ولا في انصار شعباني ولا في عروبة واسلام شعباني وانما لانه هذه القضية تخدم المقارب انتاعهم وتخدم الحقد انتاعهم والضغين انتاعهم ضد بومدين وضد بن بلا لانهم يمثلون هذا التوجه العربي الاسلامي يلسقون كل التهم ببومدين واسمه بن بلا وفي المقابل يحاولوا يتجوزوا على الاخطاء انتاع كريم بالقاسم وغيره من المسائل كريم بالقاسم جزائري مثل ومثل غيره اخطأ واصاب ناظل واجتهد كين بعض الاشياء التي تحسب له وكين بعض الاشياء التي تحسب عليه والانسان المواطن الانسان الشريف لما يتحدث في هذه المسائل يتحدث فيها بموضوعية لازمكم تعرفوا العلاقة انتا محمد خيضر بأيتحمد عندهم علاقة انتا مصاهرة ولازمكم تعرفوا بل لاش يوقف هذا محمد خيضر مع ايتحمد لازمكم تعرفوا هذه المسائل تعرفوا في مقابل كيف اراد هذا محمد خيضر اقناء شعباني وكيف اقترحه على بن بلا وتعرفوا ثم بعد السراع هذا اللي حدث هذا انت عروبي واسلامي وهذا انت علماني ووطني هذه المسائل راها متجذرة ما هيش انت اليوم باش تفرهم وذرك هذا القضية اللي راها ذوك راح نتحت عليها بعد قليل القضية هذه انت عبد الرزاق ومقري وعليش راهم كين بعض من الناس اللي راهم ذرك هما ضده ضده لانه يمثل تيار عربي اسلامي لازمكم تفهموا هذه المسائل جيدا وإلا ما راكمش راحين تفهموا هذا المعضل الجزائرية هاي المنطلقات وهاي الخلفية اللي راهم نقشوا بها في هذه المسائل ما لازمش يا شباب الجزائر خاصة اللي ما قررتوش التاريخ وما عرفتوش هذه المسائل ما لازمش تروحوا تنخارطوا ابحث على شخص لما تسمع واحد يتكلم ابحث على العرق انتعو ابحث على الخلفية انتعو وفيما بعد لما تكون انت مولم ببعض المسائل فيما بعد تحدث مش غير هكذا كبرك انت تروح تمشي مع واحد وهو راو يبيع لك في الأوهام ويبيع لك في الريح إذن الإخوة والأخوات هذا القضية انتع واسمه أحمد بن شريف استغلوها استغلوها وحاولوا على جلب بشي استعطفوا الجزائريين والجزائريات من منطلق هذه الخلفيات اللي يخفيوها وايضا حاولوا ان يستغلوا هذه القضية قال باللي هذا راه احمد بن شريف راه وتبول على العقيد شعباني والعقيد شعباني هذا راه ضباط فرنسا هم اللي وراه عقيد شعباني راه مديرين وكيما هو كيما بن شريف لأنه هذا بن شريف راه ايضا راه من منطقة تاعة الجلفة وراه محسوب على هذا الثيار العروبي وينظروا الوسم الكثير من الشخصيات ينظروا ليها على هذا الاساس لو كان ذلك مثلا تحتوا على هذا احمد بن شريف وحكو لكم من القضية انتع قتل واعدام هذو كل العقداء والخلفيات اللي على اساسها قتلوهم قال يخفيوا عليكم الخلفيات يخفيوا عليكم كثير من المسائل ويستغلوا فقط قضية ويحاولوا هو انه يربطوها على جلبه شهما يظلوا الناس ويدلسوا عليهم ويلبسوا عليهم هذا العقيد شعباني كان شاب في تلك المرحلة وكانت ظروف انتع الحرب يعني اللي هي فرضت هذه المسائلة انتع الولايات هو بعد الاستقلال فيما بعد هو رأى تحالف مع احمد بن بلا ومع ابو مدين وفيما بعد ما تفاهموش يعني كانت ربما بعض الاشياء متعلقة بالسلطة بالنفوذ ايضا هو ما حبش يستوعب هذه المسألة هذه انتع الجيش النظامي ما زال يفكر بالقضية هذه انتع الاستقلال انتع الولايات لما انت تكون تفكر انتا كان بعض الناس اللي يتحدثوا وديرين باللي يراه ودرك هذا العقيد شعباني على الصح وعلى الحق المبين وابو مدين وبن بلا غالطين وكاين بعض الناس اللي ممش فاهمين مرات هو انك لما انت تحدث حاجة يقولك انت هك شغولك اتبالك متناقض لا مانيش متناقض هنا يا مرات لما واحد يدير هو مثلا حاجة اراه على الصح نمشي معاه فيما بعد يخطئ ما نقش معاه وراه تنقض ذوك هذا ذوك هذا اراه احمام اسمه محمد شعباني اراه ذرك هو هاو الانتماء انتاعه اراه الانتماء انتاعه العروبي الاسلامي اراه يلتقي هو وبن بلا في نفس الخندق ويلتقي معه ببن بلا واسمه اه ببن بلا في نفس الخندق اما في المقابل عندهم خصوم تاهم هاي المسألة واضحة ذرك لما ذرك هذا اراه عقيد شعباني قال اراه اخطأ في هذه المسألة كيفاش انت هذا الاجماع اللي رام يتكلمه اطعين لي في المؤتمر تاع الصمام وفي نفس الوقت تحكيلي انت عن العقيد شعباني تقول لي قائد الولاية السادسة وكان اصغر عقيد شكون اللي داره شكون اللي يعلق عقيد للعقيد شعباني شكون اللي داره عقيد شكون اللي عينه يكون عقيده يكون هو أصغر عقيد وفيما بعد انت يا متاهدرش على القضية كيف تحالف شعباني مع ابن بلا وكيف تحالف شعباني مع ابو مدين وكيف مكنوا لابن بلا الاستلاء على السلطة تبا تحكيش عليا كل موضوعي قال ها هو مؤتمر الصومة ما راه قال مثلا جابي بعض الأشياء ولكن راه أخطأ في بعض الأمور منها وراه كذا 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 حكية على الحكومة المؤقتة قال الحكومة المؤقتة قال مثلا في الاتفاقية راه قال إلى حد ما كانت مقبولة ولكن راه كان بعض الأشياء اللي كانت غير مقبولة ولكن شوف للطبيعة أنت على الحرب شوف للطبيعة أنت على الحرب شوف ما بعد الوضع اللي حنا فيه هو أن الجزائر Dennyol خرجت من الاستعمار يعني ما تحكي ليش بنا על استعمار ثقافي ولو أسموه أمور هذه وحدا ولكن الاستعمار عسكري قال راها بفضل هذه الاتفاقية راها استطعت الجزائر هي أن تناورها في مرحلة معينة وقال بومدين راها أخطاء ولكن ظروف الحرب هي راها قال فرضت على جلبة شوية تدخل بحسم عسكري وبأن يبعد بعض الناس اللي كانت فرنسا حبت تحطهم كذا قال حكومة المؤقتة راها أفلحت في بعض الأشياء ولكن راها أخطأت في بعض القرارات كن منضوعي إذا كنت مات بن شريف قال هاو شعباني مات نصار قال هاو شعباني مات العرب بالخير يا ودي وش منه وش من تاريخ هذا اللي راكم تحكيوا عليه هذا كل حاجة جنرالات كأنه الجزائر هذه ما فيها غير بومدين والجنرالات وفيها شعباني والقتل وكريم بالقاسم وعبان رمضان ومحمد خيضر وراها مشخصية الأخرى وراها التاريخ وراها السياحة وراها الدعوة وراها الثقافة وراها الفلاحة وراها الزراعة وراها النقل وراها الإدارة وراها كين غير هذا المواضيع برك وتبقى الناس ذركية تلوك في هذا الكلام وتردد فيه صباحا مساء كنوا منطقيان يا الأخوة إذن هذا الناس اللي رهم هم أحبوا يستغلوا هذا القضية انتا شعباني كونوا منطقيين وكونوا موضوعيين بعض الناس اللي رهم يستغلوا في هذا القضية يستغلوا فيها من منطلق خلفيات وتصفية حسابات هذا هي القضية وما فيها الآن المر للقضية هذه انتاع عبدالرزاق مقري والقيد صالح أنا محبيتش نحكي في بعض المسائل لأنه كنت عارف بيلي كين بعض الأشياء تطلب وقت منذ البداية كنت متحفظ على هذه المسألة هذه انتاع القيادة انتاع الجيش ذرك القضية هذه انتاع مقري مقري ذركه وراه عنده حزب سياسي وراه كنت عارفه الحزب انتاع حمس وراه في وقت من الأوقات كان في التحالف الرئاسي هذاك كانوا مع المجموعة انتاع الفلن وانتاع الارندي مش غريب ذركه هو انه يعاودوا يتلقاه مش حاجة غريبة هذه مسائل لازمكم تفهموها كين مراتوا انك اشياء تفرض عليك الاحداث فرضت لما اندلع هذاك الحراك هذاك في الجزائر وجاءت هذه الموجة انتاع ما يسمى بالرابع العربي ذركه النظام كان وتابع تسجيلات انتاعي والمداخلات انتاعي كان بالمرصاد وروحوا أوسمعوا الكلام انتاعي نهار اللي قلتلكم أنا على المسيرة انت احداش فيفري هذهك ما الذي يجمع عبد الرزق مقري وسايد سادي أوسمعوا تسجيلات انتاعي والقضية انتاع المسيرة الذي طلبه انت تواجدها اجدونها أوفس أوسمعو الهضاف أوسمعوا التعليقات انتاعي في وقتها ذرك هذا عبد الرزاق مقري في وقت من الأوقات خذ موقف والآن ارتع سواء اقتنع أو صل إلى هذه النتيجة المهم ذرك هو وش قال قال بالقيادة أنت الجيش لابد أن تصهر على ضمانة مرحلة مؤقتة هذا الكلام احنا قلناه قبل ما يقوله عبد الرزاق مقري ورعوا العيب في هذا الكلام ما كان حتى عيب المشكلة وراه هو أنه هذا الجناح هذا الرئاسة لما خافوا من هذه الفكرة تصير قناعة عامة وش مع أنت عزل هذا الجماعة أنت أبو تفليقة لما القيادة أنت الجيش تتحالف مع الأحزاب السياسية بما فيها حركة حمس والأفلان والأففاس والله خلي قال مثلا شرائح من جماعة أنت أعجبه التحرير وكذا ليس بالضرورة هو اسمه هذا والدى عباس قادر أن يسحبه الثقة من تحت رجله ومن بعد قال مثلا يمشيوا مع قيادة أخرى لما يتمشي معها القيادة أنت على الجيش فيما بعد لشماعة أنتوا رئاسين قالوا أرجو هم كلفوا هذا والدى عباس صراح قالوا إحنا ما عندنا مشكلة رواح نحكيه في الموضوع ومن بعد إعلاميا هم متحكمين في الإعلام عندهم وسائل الإعلام وعندهم الوسائل الإغراء وكذا والإشهار وكذا ومش شاو هذه القضية مش شاوها قال باللي أنت ما تحكيش على القضية ذي أنت الرئاسة وهذه رأيها مسألة إحنا رأيها تعتبرها من الخطوط الحمراء وقلت لكم أنا في التسجيل اللي حكيت فيه على القضية أنت على الكوكايين وإنت وش اسمه أنت عبدالغاني الهامل قلت لكم على القيد صالح عودوا اسمعوا الكلام تعي قلت لكم أنا باللي ذرك أنت لما تشوف هذه الأفلان رأيها مسألة مع ابو تفليقة وراه مسألة الارندي مع ابو تفليقة ومشأت قاضي كثير من الأحزاب مشأت معاه وش مع أنت مع أنت لقيت صالح ورني الموقف انتعك هاو ذرك بطريقة أخرى رأيها خرج لها طي طي قال لكم باللي رأيها مع تطبيق انتع الدستور وراه مع فخامة الرئيس ابو تفليقة هاو قال لكم ذرك بالصريح هو بعد ما يوصل إلى نتيجة معينة قادر هو أنه هذه حركة حمس وأنه تعلن المرشح انتاحا أو ربما تنسحب ربما يديره مقاطعة الجماعة رأيهم يتحركوا هذا ولد عباس والجماعة اللي رأي مدرك معاه تحركوا على جلباش يطالبوا بن قوسين بطريقة اللي قلت لكم أنا باللي رأيه منتهي بالاستمرار هم رأي مش يحوسوا يحوسوا على جلباش يزدوا يربحوا مزيد من الوقت هذا هو الهدف انتهم والناس في المقابل لو كانوا تحركوا جماعة مع مقري تحركوا معها وقنعوا القيادة من الجيش على جلباش يتمشي واسموا مرحلة مؤقتة هذي الجماعة يقور ورواحهم معزولين لكنهم تحركوا على جلباش يقطعوا الطريق وذرك هذا عبد الرزاق مقري ذرك قادر ذرك في هذا المرحلة هذه إما أنه يدخل في تحالفات وإما هو أنه يعني المرشح انتهم قادر يترشح هو قادر يترشح أبو جرى سلطاني ولا قادر يخرج واحد أخر من الحركة انتهم يعني المهم وما رام عندهم مناظلين وعندهم الهيئة الانتهم وقادرين يفصلوا هذا الأمر هذا المهم هذه المسألة هذه انتهم المبادرة هذه بين قوسين هذه انتهم ما يسمى بالتوافق اللي حين تحدثنا عليه الإذاعة التعوطانية وقادر أي إنسان هو أنه يبحث إلى هذه الندوة اللي درناها حول التوافق الوطني في الجزائر وش قلت أنا في هالكلام وقلناها قبل رامو موثق وممسجل إذن هذ الجماعة دخلوا جماعة انت البوتفليقة وتحديدا خوه والجماعة اللي رامو مضايرين بها رامو مش غير واحد وبرك داروا مع هكين يجمع أرباب المال من بينهم حداد ومن بينهم جماعة وداروا وعايتوا الولد عباس وهذاك وهو تحرك على هذا الأساس ذرك هذه القضية إذن هما رامو حتموا على القيد صالح لجل بشي يتخذ موقف ويعلن عليه وراه يعلنها راه يعلنها باللي راه ويحترم الدستور يقطق المسألة وين راها هو أنه ما مبقاش الوقت عن الانتخابات الرئاسية وين راها وقاعدوا قطع شهر هكذا راه ما زالهم الانتخابات الرئاسية داروا كايين الناس اللي هما راعم يفكروا يقولوا باللي نحن نخليه هذا الأمر يمشي بطريقة كما راها قال الانتخابات الرئاسية رشح المرش هنت أكوره وكايين اللي يقول خلاص لا لا ما لازمناش نحن نخليه هذا الوقت لأنه لما نخليه راهم راهم يستغلوه راهم 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 يزدوا هما يديروا هذا الأمر الواقع للشعب الجزائري وإما راهم 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 يفرضوا المرش هنت وراكم تشوف وضو كنتم الشعب يعني في الغالب ينتعوا يعني لا مبالي لا بالشأن العام لا مبالي بالانتخابات لا مبالي بهذا القضية تعل العمل الحزبي والجزائر راح في مباعات تدفع الثمن هذه الخرجة تعل عبدالرزاق مقري استغلوها استغلوها لجماع تعل رأس استغلوها لجماع تعل القيد صالح واسمو استغلوها ايضا بعض الحزاب الاخرى اللي هما يعني دأبوا هو أنه لازم يكون في الرأس المبادرة ولا مكانش ثاني ايضا هذه رأها معروفة ثاني في الجزائر هذه باختصار الكلمة انتعي المهم الجزائر محتاج طاقات جديدة محتاج كفاءات جديدة محتاج نزاهة محتاج رجال على جلب يقفوا بها محتاج الى استغلال اوضاع واستغلال المناسبات لان وراء نشوف ذكحنا ولات القضية انتعي الجنازات هذه اللي رأت تجري في الجزائر صارت هذه الجنازات هذه مرة على مرات تخرج منها مبادرات ومرة مرات تخرج منها يعني صفقات لذلك على الجزائريين والجزائريات هو أنه ما لازم نخضعوا بتصريحات الجزائر محتاج علىنا جميعا محتاج على جلب اش نفوتوا الفرصة على هذا الانتهازيين وهذا المظللين وهذا المدلسين والملبسين لازم نقطعوا عليهم الطريق ومن خليهم يبقوا دائما هما مستمرين في الغي انتاح ومستمرين في تركيع الشعب الجزائري على الجزائريين خصية ما شرفها منهم هو أن يتحركوا ومن خليه الطريق خالية لهذه الناس ويبقوا يستعملوا في مزيد من الوقت وكل مرة لما تطلط الواجهة يحاولوا أنه يجدوها والله الشعب هو اللي يدفع الثمن احنا دائما نقوله من أنه الجزائر للجميع على الجزائريين هو أنه يجتمعوا مع بعضهم البعض ومثل ما قلنا هو أنه لا بد هو أنه يكون هناك مؤتمر مؤتمر جامع مؤتمر لحل الأزمة الجزائرية من الجذور مؤتمر لي يأسس الدولة الجزائرية حديثة جمهورية جزائرية جديدة يأسس إلى دستور جديد ويأسس إلى مؤسسات ويأسس إلى المصالح الحقيقية بين الجزائريين هذه باختصار كلمتي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر